اعمل ايه؟ فينك يا سيدي داغر عشان تربطوا الامور كده وتزبطها؟ هم؟ يا سيد احمد انت راجل طيب؟ ها؟ مين معاي؟ مونة، سيدي مونة السلام عليكم ألو، السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام، ازاي يا سيدي الكل؟ تفضل يقولي سؤالي تفضلت الشيخ، انا أنيسة مش متجاوزة تمام وانا بقالي يجي ست سنين، بحس ان في حد بيعشرني انا ونايمة وروحت الكذا شيخ وكانوا بياخدوا مني فلوس وكانوا بيدوني حاجات كنت بعملها وما كانتش بيجيب معي نتيجة طيب ودلوقتي الحمدلله انا بقالي فترة ما بقاش في حاجة طيب الحمدلله بس لسه من كم يوم في شغلي، كانوا الموظفين كلهم برا وانا بس في شغلي ودخلتي انا في المصليات بتاعت الشغل وحسيت ان في حد بيكتفني انا وصحية بس يعني كانت مغمضة بتصلي يا مونة؟ بصلي الحمدلله طيب اياكم وهؤلاء الذين يسلقون هذا الطريق او الذين يجلسون في هذا الطريق طريق اولوا صرابوا اخرطوا خراب طريق لن تجنوا من ورائه الا التعب وإلا المرض وإلا الهم وإلا الحزن ابعدوا واستوسقوا بالله لان ربنا حكم ان كيد الشيطان كان ضعيفا ربنا الحكم كده الجن ماهوش فاضلنا الجن ماهوش فاضلنا الله يرحم سيدنا الشيخ الدكتور عبد البديع عبا أشمال الله يرحمه لما كان بيدرس لنا في التفسير وإحنا طلبه في سنة تانية عصول دين كان يقول يا أولاد سبحان الله العظيم عمر ما سافرت بلد أجنبية عمره بيقول هو اللي بيقول رحمة الله عليه عمر ما سافرت بلد أجنبية وألاقي واحدة حلوة كده يا أولاد من اللي اللي هي حطى تيشي تيشي دي هتيت يقول لي يا مولانا كده الجن ما جي جنبي ولا هو يا أولاد الجن تخصص مصريات بس الجن واخد توقيل مصري بس ماشواخد إلا المصريين غوي نكد يعني حتى الجن مش غوي نكد فيا أخواننا كل هذا من فعل الشيطان طب الشيطان هيجل مين واحد يقول لي طب الشيطان مانا بصلي وبصوم وبعبد ربنا إيه القصة الشيطان مش هيروح للي في الخمارة خالص لإنه ضمنه الشيطان مش هيروح اللي في بيت مشبوه لإنه ضمنه الشيطان مش هيروح لوحد أريان لإنه ضمنه إما هيروح لمين؟ آه هيروح للمؤمن الدليل على كده إيه؟ هو قال لي ربنا كده قال له أنا مش هسيبهم في حالهم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال له أنا مهمتي اللي بيصلي مهمتي اللي بيوم في قوله يا عام يا عقل الفلوس دي لعيالك يا عام انت دائم